بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تداول الأوقات ولا توهنه السنون كل المخلوقات تحت قهر عظمته وتجري جميع الأمور وفق إرادته ورهن مشيئته وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا وشفيعنا عند ربنا محمداً عبده ورسوله وصفيه ونبيه وحبيبه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد بالعذاب الأليم عليه فمن الآيات قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وقاء وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام بشر الزنات بالفقر ولو بعد حين وقال عليه الصلاة والسلام يا جابر هل تزوجت قال نعم يا رسول الله قال بكرًا أم ثيبًا قال بل ثيبًا يا رسول الله قال هل لا تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك ثم إن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر التواب الكريم قولوا نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله من جميع الذنوب السياد ماشاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلوم بن سيف بن سليمان نعم نعم أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بماعروف أو تسريح بإحسان نعم سلوم بن سيف بن سليمان نعم زوجتك مريم بنت سعيد بن حمدون بإذنها وإذن وليها أخيها بالمهر المتفق عليه قبلت تزويجها بالمهر المتفق عليه سلوم بن سيف بن سليمان قل نعم نعم زوجتك وأنكحتك مريم بنت سعيد بن حمدون بإذنها وإذن وليها أخيها وبالمهر المتفق عليه قل قبلت قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المتفق عليه وأنا زوجتك على سنة الله ورسول الفاتحة دعا عليكم بسم الله ونحن والسلام واجمع بينهما بالخير وَهَبْ لَهُمَا ذُرِّيَةً طَيِّبَةً صَالِحًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَتِنَا قُرَّةَ عَيُّنٍ وَجَعَنَّا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِيمَ الرَّحِمَا وَيَا رَحْمَ الرَّاحِمِينَ وَسَلَّ اللَّهُمَّ وَالَسَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمٍ وَالْحَمْدُ لِللَّهَ رَبِّ الْعَلَمِ شَنَّ اللَّهُمَّ ذَمَ إِمَّا كُلْوَاجِ عَيشُ الزَّوَاجِ هنيق كلها منا زوجان كل يفي لزوجي بالدمم فاختر لنطفتك بكر العفيف من البيت مسوني ولود الأصل ذا حشب عساك تنتج منها الصالحين كذا والصالحات ذا فضل ذا النعم توبع لمن صلى للحبيب سيدنا محمد